السلام عليكم اشتركوا في القناة وصفتنا اليوم سيكون انجاتو سيكون حاجة 66 كيف في مناسة بيت حاجة بالحق روعة على الاخر نتونا ضمن لكم البنة رغم اللي مقصيته لا نقص معكم الديكوب حاجة روعة ضغط مدى شيء متاح حاجة بالحق خيالية نمشي مع بعضنا لتريقة التحذير كما تشوفوا بالنسبة للبخالي اعملت 100 جرام سكر حتيته يضوب بالبيه حتى اللي اني ولي معانا كغامام وعندي 150 جرام بوفي وعرشتها بالبيه على النار خليتها 10 دقائق على 200 درجة النار الفقانية والليطانية كما تشوفوا السكر بدي يضوب معايا بالبيه في المرحلة هذي باش نعاونه باش نخلي السكر الكل يضوب بالبيه حتيتها بشكل سكر بالنسبة للبخالي حذرته وخلته يبرد في العقله ونقوم لكي نرحيه حتى يقر الزيت نضيفه 250 جرام سكر حتى يضوب بالبيه حتى ينضيفه حتى نقوم لكم عن الإضافات كما تشوفوا كما نرى الكراميل بعد ما حصلت عليه نقصت على الجاز كما تعرفوا الكراميل يكون فيه درجة حرارة عالية على الاخر في المرحلة هذه نضيف مغرفتين كبار زبدة حسب التقليب يأتيوا 40 جرام زبدة حيوانية في المرحلة هذه يجب أن تبعدوا على الاخر على خطر كما تعلم الكراميل يكون فيه حرارة عالية على الاخر حاولوا بش تزوبوا الزبدة وضيفوا الكريم ليكيد بش نحط عندي 200 جرام كريم ليكيد في المرحلة هذه كما تشوفوا قاعدة نزيد في الكريم ليكيد بشوية بشوية ردو بالكم ما تضيفوا هاش الكل فرد مرة حاجة اخرى كما ريتوني استعملت تنجرة معناية تكون عالية بش مايفيدش عليكم سرتوك ان تستعملوا معناية تنجرة تكون صغيرة النجم الكراميل يفيد وكما تعرفوا كما قلت لكم بكررة والكراميل يكون فيه درجة حرارة عالية على الاخر في المرحلة هذه معناية يردوا بالكم وحالوا بش تستعملوا تنجرة عالية حاجة اخرى بالنسبة للكراميل راني قاعد نغلي فيه معناية بالبيح كايت درج بش ولالي معناية الكونسيستانس متاعه وعاقدة انتوما كان بش تستعملوه مثلا في كريم كيما لنا بش نحطوا معناية في الكريم موسلين خليطوا معناية عقاد بالبيحة وكان بش تستعملوه معناية في حاجة تكون هكا ليكيد معناية كاسوس ولا حاجة تولي وتخليوه سيل وطاو بش نحضروا من بعضنا الكريم اللي بش نحطوها في القاتوم بتاعنا ن Eig اه بالنسبة للكريم اللي استعملتها بش نستعمل الكريم موسليل هى حقيقا نحسها اخف وحده بالنسبة للكريم موبورغ من أحبش نستعملها الت electronsية قوية على الحار Ist merchant di unle culo الكريم موسليل نحسها اخف وبالنسبة الكريم موسليل نعملها ، بش نعملها بالبراليني كي ما ريت وتم عانى اخضرته ملول ولكل نعملها زادة بالكراميل واحدة بش نعملها بالشوكولات تكتيني كما تشوفوا ذاي الكريم مسلين بعد ما تحصلت عليها واحدة زيتها البراليني 150 جرام براليني واحدة زيتها مغرفتين كبار من الشوكولات اغتيني نوتالا اي نوع معناه تحبوا عليه والكريم الأخرى حتيت فيها الكراميل زيت كيف كيف مغرفتين كبار وكما تشوفوا ذو ما ليه الكريم متاعي الكل كل واحدة ما نبش ركضها بالباهي وعلى فكرة بالنسبة للفواء اللي ركضت بها الكريم مسلين بالقوم بتاع البراليني هي بيدها كما تشوفوا لخسلتها لحتى شي اعملت بها الكريم مسلين اللي بالقوم بتاع الشوكولات ونفس الفواء معناه ركضت بها اللي بالكاراميل ديجا معناها ما فيماشها كا ديفيرانسياشون في القوم وبالنسبة للكريم مسلين معناه بشو قلكم عليها كيفاش عملتها عملت 800 ميليليتر حليب عليها 6 مغرف كبار سكر نقصت في كمية السكر على خاطر الحاجات اللي بش نضيفهم الكريم متاعي معناها حلوين بتبيعتهم وحتيت زوز مستحضرات معناها متاع الكريم بها دي سير خليتها تبرد ليلة كاملة كيف كيف خرجت الزبدة قبل بليلة بش يكونوا الزوز من الغدوة بحرلة الغارفة وذوما كما تشوفوا لاتخوا كريم اللي تحصلنا عليهم حصلوا القويم بتاعهم جاني ماشالله حبيتها كان نوريكم القويم بتاعهم هكا في البوشاج ياسر ماشالله محلاهم على فكرة بالنسبة للكريم مضوما الثلاثة مع بعضهم الشوكولات والنوازيت معناها البخاليني متاع النوازيت والشوكولات التغتيني الثلاثة مع بعضهم عطوني ملانج ياسر محلاه وطاوش نتعديو مع بعضنا المونتاج هذه هي جانواز اللي دي ما نعملها معاكم وخليلكم الرابط تمتاحها في صندوق الواصف قسمتها على ثلاثة وبش نحضر مع بعضنا المونتاج متاع القاتو كما تشوفوا هذه الجانواز اللي طيبت فيه معناها الجانواز اللي كما تشوفوا لخصيته ولا حتى شيء بش نعمل فيه المونتاج متاع القاتو وكما تشوفوا حتي التبقى اللي متاع الجانواز سقيتها بالبي بسيرو بالنسبة للسيرو عملت 100 جرام ماء عليهم 50 جرام سكر خليطهم يغليوا بالباه حتى الوينداء بالسكر تفيت عليه وخليط السيرو متاعي يبرد فيه عقله كما تشوفوا الجانواز متاعي سقيتها بالباهي بسيرو بش نحطوا مع بعضنا الكرام بالنسبة الكرام اللي حتيتها حتيت الكرام اللي تكون لقومتاحها كراميل وبش نقعد نسمحها بالباهي على فكرة انتم تحطوا اللي تحبوا معناها في الاختيار متاع الكرام تحطوا اللي تحبوا من اللول حبيت جسد معناها نلعب على كولور معناها حبيت نعم حاجة فاتحة مع بعض غامقة مع بعض فاتحة تتشوفوني معناها شنو حتيت بالضبط كما تشوفوا هذه الكرام بعد ما سمحتها بالباهي بالنسبة للبغتي ثانية اخترت بش نعملها داكواز سيصيروا بش نعمل ملانج بين الجانواز والداكواز حبيت نستعملهم الزوزو بالنسبة للداكواز كما تشوفوا فيها معناها مفتفتة من برشة شيرات كما شاركت معاكم معناها في الفيديو السابق قلت لكم رو تحت لي معناها من البلاكاغ اذاك علاش معناها مهيش معناها مستوية بكلها اما سينو تنجموا تستعملوها كما تشوفوا معناها كان لقدر لا صارت تلكم هكا حاجة كما هكا تنجموا معناها تستعملوها مطايشوهاش او كانتوما في الاخر المفيد معناها تتحصلوا على تبقى كاملة ما تبديشها كافية فراغات ولا حاجة وبالنسبة للكريم الثانية اخترت بش نعملها شوكولات كل عادة بش نسمحها بالباهي ومبعد بش نحط جانواز ودي كما تشوفوا البرتية الثالثة حتيت جانواز كل عادة بش نسقيها بالباهي بسيرو حتيت فوق منها الكريم موسلين شوكولات وديركت حتيت فوق منها جانواز هذي كما تشوفوا الكريم اللي بش نحطها في المرحلة هذي بش نحط كريم موسلين بخاليني كما قلت لكم معناها من لول انتوما بالنسبة للكريم تحب تحطوا الشوكولات من لول البخاليني من لول معنا انتوما تتصرفوا في الحاجة هذي جس تقد معناها حاجة حسب الرغبة على فكرة بالنسبة للكريم موسلين راو تنجموا تعملوا نوكو هيت اخرينة معنا مش كيمة اللي عملتهم بالنسبة لنا تنجموا مثلا تعملوا بكل هفاكية كما قلوا تاخدوا الكريم تاكم تقسموا على ثلاثة واحدة تعملوها مثلا نوازيت واحدة بستاش واحدة لووس ولا تنجموا تعملوا زيدا شوكولات وكافي ولوس تبدأ كيمة الوبراء هصيروا تعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها بالنسبة لي عملتها كافي سامحوني كراميل وشوكولات وبخاليني ومشاء الله جيتني معناها التاخي مع بعضهم جوا ومشاء الله بالحق بنا 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 وهذه كما تشوفوا البرتي اللي اخرى في الجاتو متانا كل عادة بش نحط الجنواز نتقيها بالبي بسيرو وبش نحط من بعض الكريم بش نعمل كريم شوكولات على فكرة بالنسبة للقانتية متاع الكريم موسلين راو عملت لي الجاتو هذي على فكرة بالنسبة للقسم داحة 18 سنتي وحاجة اخرى عملت معناي بالكريم الفاضلة عملت بها ديفيغين كما تشوف هذه الجاتو متانا بعد ما حتيت لها اخر تبقى عملتها بالشوكولات كيف كيف البراني متاع الجاتو عملت وزادة بالكرام شوكولات بش يبدأوا معناها ديكوب جينية مزيانة تبدأ من برها بكلها شوكولات ومن داخل الكريم يبدأوا معناها مختلفين واحدة نوازات واحدة برانيناء واحدة شوكولات سوف نعمل في الفيديو ونتخيل فيها معاكم بالحق نتصورها بش تكون حاجة روعة بتبيعة اول ما نقص معكم الفيديو ان شاء الله تنها بتقولكم في شورت وإلا في ستوري وإلا في فيديو متاع راس العام تنوالي نشاركو معاكم بالتفصيل ونعطيكم على رأيه ولو اني بالنسبة للجاتو ضغط منها الدشيه ديكا متاع الجينواز ومتاع الدكواز هسيرو عملت بيه لاتخوان كريم ماشاء الله محلاهم هذه كما تشوفوا الجاتو متاعي بعد ما سمحتها بالباهي بالنسبة للجنابات متاحة خطرتها بش نعملها بنوازات مهاروشة هسيرو قلت خلي نزيانها بيها وبالنسبة للزينة بش نوريكم بالتفصيل كيفاش زيانتها هسيرو بش نحط ملت خوان كريم وبش نحطها كشوية عدي شوكولاتة هسيرو انتوما بالنسبة للزينة تتفنوا وتعملوا الحاجة اللي تحبوا عليها والمتوفرة عندكم كما تشوفوا من اللول عملت دي غوزاس بالكريم بعد كا حتيت الشوكولاتي عندي وبعد زيتها كشوية روزاس بش القاتون نزيانها وما تبدأ شكل فارغة في الوسط ودي كما تشوفوا لغاتومتاي بعد ما كملت زيانتها حصيلوا حاجة تستحق التجربة نسحكم كم بش جاربوها كسواها كافي مناسبات في عياد ميلاد جوز جاربوها وقلولي على رأيكم في التعليقات بتأكد بش تنجح معاكم مية بالمية وبش تعجبكم بكا نكونوا سنة نهاية الفيديو متانة شلا يربي كل عام انتو محاين بألف خير وتام قريكا بشغولكم بسلامة ترجمة نانسي قنقر